السلام عليكم أنا محمد غنايم قبل أن أبدأ حباتي في الله أريد أن أشكركم على وجودكم وقراءة تعليق من أحدنا حفظه الله يقول يا محمد لا تقطعنا والله لست بخاطعكم وإني أحبكم في الله والأجمل عندما أجد تعليق يدعو لي فأتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم السعادة في الدنيا والجنة بالآخرة ويجمعنا بكم هناك اللهم أمين أيضا أريد منكم أن نقوم بتشغيل زر الإشعارات لتصلك الفيديوهات أول بأول لأن هناك تحديثات جديدة لليوتيوب تقيد وصول الفيديوهات المهم أريد أن أخبركم بالقصة حدثت معي البارحة قبل أذان المغرب بنصف ساعة تجادلت مع صديق لي يقول لو أن الله سبحانه وتعالى يريدنا جميعا أن ندخل الجنة لقتل كل الشياطين على الأرض وبالتالي هكذا لن يرتكب أحد معصية وبالتالي لن يدخل أحد النور صحيح قلت لها اتفق معك قال أنت دائما هكذا إذا لم تجد جوابا تسكت قلت له يا أبن الحلال ريء ناسي مش قادر أشرحها خليها لبعد الفطرة فرفض وقال إذا لديك جواب أفهمني به الآن قلت له إذا أجبتك تدفع فترة الإفطار كاملة فقال وافتخرا بنفسه اتفقنا انت أدر استمع نحن نعلم أنه في شهر رمضان تكون الشياطين مقيدة بسلاسل صحيح كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا داخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين يعني بما أننا الآن في رمضان لا يجب أن نرتكب أحد أي معصية لأن الشياطين مقيدة ولكن على الرغم من ذلك تجدون نقع في المعاصي نفسها فمن يوسوس لك للمعصية الآن بيب اسمع اسمع الشيطان عندما عصى الله الشيطان عندما عصى الله من وسوس له وهو الشيطان أساسا أتعلم من عدوك الحقيقي النفس وليس الشيطان فهذا الموضوع مهم لكل مسلم مفكر ولو تماعنت في القرآن الكريم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الوسوس هنا جاءت من النفس وليس من الشيطان طيب نعلم من الله عز وجل ونتصدق ونقرأ القرآن وهو إلى آخره ومع ذلك تجدون نقع في المعاصي ما السبب لو سألت نفسك السبب هو أننا تركنا التحدي الحقيقي وهو النفس وذهبنا إلى التحدي الضعيف وهو الشيطان قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالشيطان وتأثيره عليك ضعيف جدا مقارنة بتأثير النفس نفسها وزد عندك في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام صحيحا لا تألعز نسر يعوق إلى آخره كل هذه الأصنام هدمت إلا إله مزيف ما زال يعبد إلى الآن قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يا الله يعني هو النفس إذا تمكنت منك حينها لن تسخل الوزع الديني وبالتالي تجد أن من اتخذ إلهه هواه تجده يقع في كل محظور ففي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل نعم قابيل لأخيه هابيل قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه نفسه أيب إهدى إهدى أنت الآن يا محمد تقول أن الشيطان تأثيره قليل علينا كيف ذلك؟ أخي الحبيب أخت الفاضلة الشيطان مدخله إلى الإنسان عن طريق النسيان فهو ينسيك الثواب والعقاب وبالتالي تقع في كل محظور فكيده ضعيف كما ذكرنا في الآية السابقة ولكن استمع إلى هذه الآية يقول تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فلا تجعل إلها كهواك وحذر من نفسك أولا ثم من الشيطان فآخر كلامنا أنا الحمد لله رب العالمين بالنسبة لصديقي دافع الفاتورة كاملة مسكين كان راح يجد الصحون في المطعم لا ساعة توفي الفاتورة طبعا فزمتم في أمل الله ترجمة نانسي قنع